عن طريق صديقتي جيت قالت لها شركة ويطوم بالأقصاد وصلت لهم قالوا ناخذ أربعة ونص تنتظر خمسة واربعين يوم ناخذ خمسة عشر مليون بنفس اليوم تستلم دعنيت ومطعتهم إياه وحطوهم بجيبهم ويسرقوا وراهم ما نطعني نبدأ من بغداد شركات لتجارة السيارات تروج عن نفسها علناً عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعها عندهم مكاتب طبعاً وموظفين ويعملون بشكل طبيعي استغل أصحاب هذه الشركات آلاف المواطنين تحت وعود بتسليم السيارات بعد دفع مبالغ على شكل مقدمة يعني تقدرت هذه المبالغ بين السبع ملايين إلى خمسة عشر مليون طبعاً حسب نوع السيارة اللي يغروم بيها الأشخاص اللي يريدون يشترون هاي السيارات بالتقصيد اتفاجأ معظم الناس اللي راجعوا هاي المكاتب بأن هاي الشركات تمارسوا النصب والاحتيال بحيث أنها تترك المكان وتغلق هواتفهم ويخلون الناس تدور عليهم وما حد يلقيهم طبعاً مجموعة من الضحايا اللي مع الأسف يعني راحوا ضحية هذا النصب كان إنه لقاء معهم لكن احنا أخفينا أسماء الشركات لأنها يعني بالأغلب استخدموا أسماء شركات معروفة فمردنا يكون هناك اجتباه بين الاسم اللي استغلوا شركات النصب والاحتيال وروجوا لإسمهم بأسماء شركات رصينة فلذلك احنا اضطرينا أنه نغطي أسماء الشركات دعونا نشوف أنا طبعاً ما أدري أحد المواطنين اللي ينضحك عليهم من الشركة اللي دي عنون عليها أنا عن طريق صديقتي جيت قالت لها شركة ويطوم بالأقصاط وبالهاي سألت بالفيس وعدهم اعلانات وعدهم فتشي كلش مرموق وشبير اللي هي زين وصديقتي انتك وطلعوا هما وراء فترة طيتي الفلوس واليوم وباترون طوني مهلة ورحت على السيارة على مود يعني أشوف يعني أنه الوقت مالتها خلص وماكو كلشي اي هسة اي باتر اي عقبة ووعود وكلشي ماكو انتفقنا أنه الروح مجموعة طبعاً احنا كومة يعني آلاف يعني اللي من ضمنهما يلا أعرف هاني صديقتي وبعد أكو هوايا نمس ومحافظات يعني بس أريد عرف يعني هاي الناس شنو ذنبها هاي الدولة وين أناشد يعني الوزارة أناشد اللي اللي داي يشوفونه يعني 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 مطيها سبع ملايين هسة هاي سبع ملايين يعني وخمس ورقات للعمولة وكلشي ما مستفادة ومن شهر الخامس الخامس لحد هسة يعني يوميا وعد ويوميا اي راح نطيكم مثلاً مليون اي راح نطيكم خمسمية وكلشي قبلنا بس ريدا نحصل فالشي يعني انه فد منفذ يعني ورحنا لكومة جهات ورحنا شكوى ودعوة ولا أحد دي شكينا ولا أحد دي يعني دي يقول هاي يعني يعني آني أعرف بلد يعني شون دي يصر بيها شو بس أريد أعرف هذا الشي يعني اللي هذا يعني هاي يعني آني الحرقة لب قلبنا ما أعرف يعني ساكت عليها البلد ساكت عليها القانون يعني المن نشتكي المن روح ما أعرف يعني تابعة شركة شركة تابعتها على الفيسبوك يعني تنطي السيارات بعروض يعني زيانة مريحة مغدمتها بسيطة ويأخذون بالشهر 250 تابعتهم رحت لهم اللي هم وكانوا بحي البنوك بل بحي القاهرة وصلت لهم قالوا ناخذ أربعة ونص تنتظر 45 يوم ناخذ 15 مليون بنفس اليوم تستلم قلت لهم واكي ماكو مشكلان نساحب قرضهم للدولة مع العاطلين شملتهم منهم ومنهم وجبتهم 14 مليون نطيتهم 14 مليون سلمتهم ونطلن بيهن هذا الباصل لحد العصر يعني صارت دين المغرب قالوا مال حق عبيها مشكلة بالرغم إلا على باشر السيارة تستلم هي قلت لهم أوكي ماكو مشكلة باشر جئت ثاني يوم صادفت عرفات عيد الأضحى لقيتهم معزلين دقيت على الرغم مالتهم مغلغ ومن 18 سبعة لحد الآن أنا أراجع وماكو يعني غير الشركات مارتهم بغير اسما وهي دافع 14 ونصف مليون وناشد رئيس وزراء مصطفر كاظمي يسوي أن حلل هذا الموضوع قدمت على عم الشركة مع السيارات مشارة الخامس وهي لحد الآن كل طريقة ما جنبها نقول لهم نقول ميابا نجعلهم أريد سيارة شوين شاءت آلية التقديم تقديم على سيارة يتحمل يعني عايش نفسي وعايش جهالي بيها يعني لو عندي كان أخذ من المعارضل بالشارع مو ددانيت وانطيتهم إياه وحطوهم بجيبهم ويسركوا وراهم ما انطون إياهن شقد دفعت فلوس خمس ست ملايين وخمس وراغ العمولة وهذا الوصل منطانيا أذن شسم العرقان منطانيا هن ورا شهرين دقع المغفلات أجيهم للشركة أجيهم الموظفين منطانيا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة